ينفيخ نائد أهلوية زمنكوية في الكنترول فانا سمعت جزء منها كده فعايز اقولك بطولة الدورة العام دي بطولة كبيرة بطولة مبارات كتير فانا لما الاهل ياخد الدورة مني بعشرين نقطة فارق عشرين نقطة لأ يبقى انت معانتش انجاز مباراة واحدة كسبتها دي بطولة اه لكن برضو مش طموح جمهورنا دي الزمالك طيب تمام خليني بقى قبل بسأل حضرتك عن يعني حاجات معينة متعلقة بتراجع الفريق وغيره والإدارة الحالية أسألك عن السؤال اللي بدأنا به في الأول وحضرتك أجلته ألا وهو المؤتمر الصحفي لرئيس النادي مع كارتيرون شوفتوا بصي اللجنة اللي مسكة دلوقتي نادي الزمالك هي لجنة محتمرة محترمة جدا موقرة جدا هي اتحطت في وضع صعب جدا نتيجة اللي هما لما جمسكوا النادي ما لقوش في فلوس ففي الوقت اللي هو فيه تقريبا خامس أو ست اللعيب عايزين يجدده في الوقت اللي فيه اللعيب في نص الملعب بفرجان السياسي طالب تلاتة مليون دولار وده ملعب كبير جدا وما ينفعش الدفع في الوقت اللي فيه مرتبات وفيه عقود اللعيبة لازم تدفع فهما ما فيش فلوس فطبيعي جدا أنا بشفك على اللجنة الموجودة فهي بدأت طلع أو طلع تدفع عن نفسها لكن ده ما يدهاش العذر اللي هي تغير مدرب في فترة بين مباراة ومباراة وليلة جدا يعني احترام حضرتك للإدارة الحالية شيء وقراراتها الخطيئة شيء تاني صحيح قرارات الفنية والقرار الفني اللي اتاخد ده لازم يتحاسب عليه لازم يتحاسب عليه وأنا أتمنى إن اللجنة دي تقول مين اللي اخد القرار الفني في تغيير باتشيكو وجاي بالكارترون هل اللي أخد القرار يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الترجمة؟ وأتمنى وأتمنى يطلع يقول لو فيه شجاعة لأن ده ما ينفعش في عرف الكرة إن أنا أغير مدرب بحجم كبير زي نادة زمالك قبل مباراة مباراة الترجمة مهمة جدا وجيب مدرب كان ماسك عندي وهرب وجيبه تاني هل يتحمل هذا الشخص منفردا الخسارة أمام الترجمة؟ رقم واحد رقم واحد مين تاني بيتحمل مع الخسارة؟ طبعا برضو بعض اللعيبة أو اللعيبة بوجه عام على الأداء اللي ما كانش متوقع يعني في مرات الترجمة وباتشيكو كمان لأنه هو فضل فرقة في أول الموسم اللي هو طلع أعراض كتير وما جابش البدايل فبدأ أن اللعيب اللي في الملعب حاسس بنفسه لأنه ملوش بديل في ناتزة مجودة عمرها ما كانت بتحصل في ناتزة مالك فبالتالي أن الحضاشر اللي بيبدأوا عارف برعة الدكة اللي ملوش بديل بنفس الكوة فبالتالي أنا عايز فلوسي دلوقتي أنا لو قد أو ما قداش محدش هيقوله يعني ما فيش روح الفريق ولا روح الفوز في الفترة اللي فاتت دي للأسف مين أكتر لعيب كنت شايف أنه بيتمطع بالحركة بتتكلم عليه مسألة أنا مليش بديل لا مش هو مش أكتر لعيب هو يعني المجموعة كلها لا عايزها أسامي خلينا بقى يعني لا أصلاً ما قدرش هاجم برضو في رقتي لكن بطبيعة الحل الأداء كان مش هو الأداء أن أنت ببراه مصرية زي التراجي وبعض اللعيبة مثلاً خلينا نقول زيزو بن شارقي الأداء مش هو هل زيزو علشان عايز يحترف والله لو عايز يحترف وجاب عرض كويس يسيبه يحترف ماشي مفيش مشكلة بس تراجع أداءه ده السبب تفتكر؟ الأداء من وجهة نظري أنا شايف لحد ما بنسبة كبيرة لأنه هو كان جاله ودعى خلي بالك حقه اللي يجيله 2 مليون دولار تقريباً ونصف من العام الإماراتي على حسب الكلام اللي تقال أنا كنت أتمنى لو هو يمشي وأخذ الفلوس دي أجيب اتنين لعيبة تاني لكن هو دلوقتي برضو طالب مبلغ كبير والإدارة اللي موجودة دلوقتي مش تدرد تعملها لأنه ما فيش فلوس فهي فيه مشكلة كبيرة في ناتذة مالك دلوقتي طبعاً لذكر الفلوس والمحترفين وأننا تكلمنا عن زيزو نتكلم بقى عن فرجان يساسي وبين شرقين هيتجدد؟ مع الأرقام الكبيرة اللي بتطلب؟ الأرقام الكبيرة لأ طبعاً أنا شايف أن الفرجاني طالب مبلغ كبير جداً وما ينفعش ياخده لعيب كويس ومهم جداً للفرقة لكن لما يطلب 2.5 مليون دولار أو يورو ده كتير جداً طبعاً اللعيبة اللي حولي دي بقى أنا ببوز اللعيبة ببوز اللعيبة أننا اللعيب مثلاً ياخده 60 مليون في السنة كتير جداً جداً طبعاً